السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله هشرح لكم بالتفصيل خدمة ميت اللي هي عبارة عن عمل محاضرة جماعية بينك وبين طلابك كمعلم او عمل مثلا بث مباشر بينك وبين طلابك يلا بينا نتعرف على خدمة ميت وازاي افعلها وازاي استخدمها بشكل صحيح اول شي هروح عند التسع نقاط اللي فوق وهضغط عليهم هيفتح لي الخدمات الخاصة بجوجل هختار منهم طبعا خدمة ميت طبعا الخدمة دي انا كنت يعني قلت بعض الاشياء عنها في الفيديو السابق ولكن المرة دي هنقول كل شيء بالتفصيل اول شي طبعا النفذة هنا نفذة بسيطة جدا عندي زر واحد فقط اسمه الانضمام الاجتماع او بدءه يعني ممكن انضم الاجتماع موجود اصلا او ابدأ اجتماع انا بنفسي تمام وعندي هنا طبعا زر اسمه زر الاعدادات وده عشان اتأكد ان المايك فعال وكمان الفيديو فعال بتطمن ان الفيديو شغال والصوت كمان شغال زي ما انتم لاحظين كده المايك شغال عندي وبيهتز ده دلالة على ان الصوت شغال هقول تم بعدين هبدأ دلوقتي ازاي اعمل اجتماع هضغط على كلمة الانضمام الى الاجتماع هنا طبعا انا هكتب رمز الرمز ده هو رمز اللي الطالب هيدخل به ان شاء الله طبعا حاول تخلي الرمز ده خاص بيك انت ممكن يكون اسم او ارقام اه زي ما تحب المهم ان الرمز ده محدش يعرفه الا الطلاب اللي هيقولوا الاجتماع فقط خلينا مسلا نعمل اي رمز مسلا الف تسعمية خمسة وسبعين ونقول متابعة دلوقتي بيقول لي جاري الاستعداد للانضمام طبعا بيقول لي لا يوجد اي مستخدم اخر هنا يبقى ده معناه ان ده اجتماع جديد يعني ممكن يصادف مسلا ان انت تكتب رقم او شيء ويكون هذا رقم الاجتماع في حد انفعله قبلك فحاول تتأكد ان الاجتماع ده مكتوب لك هنا لا يوجد اي مستخدم اخر هنا عشان ما تكتبش مسلا رقم ويكون في حد قبل كده استخدمه زي مسلا في الشرح اللي فات انا قلت واحد دين تلاتة اربعة لو كل الناس عملت واحد دين تلاتة اربعة هتلاقي كل الناس موجودة في اجتماع واحد فده ما ينفعش طبعا يعني انت ممكن تكتب واحد دين تلاتة اربعة ويكون ده اصلا في اجتماع شغال بنفس الرقم فالافضل ان انت تختار رقم يكون آآ غريب بحيس ان ما يكونش حد استخدمه قبلك ويكون انت الوحيد اللي بتستخدمه دلوقتي عندك زرين هنا زر اسمه انضم الان ودي على طول هتدخل مكالمة فيديو والزر الاخر اسمه مشاركة العرض وده لما يكون انت عايز تشارك عرض باور بوينت مع طلابك طيب هتقول لي هو انا لازم آآ يعني اختار دي او دي طبعا مش هتفرق معاك انت اختار وبعدين ممكن نعدل الاختيار بعدين الامر سهل وبسيط يعني خلونا نعمل مثلا الانضمام الان دلوقتي فتح لي النافذة اللي فيها بيانات الانضمام الانضمام ده ممكن يكون عن عن طريق رابط تبعته بالواتس ااب عن طريق كلمة نسخ المعلومات نسخ معلومات الانضمام انا كده نسختها وابعتها لطلابي عن طريق الجوجل كلاس روم يعني اروح لجوجل كلاس روم واكتب لهم يعني خلونا نفتح جوجل كلاس روم وهكتب هنا في الصف تمام مشاركة واروح اعمل لهم الرابط ده رابط الانضمام للفيديو وطبعا احدد لهم تحت الوقت الساعة اللي انا هنضم فيها الى الفيديو عشان يكونوا موجودين معايا في نفس الوقت وطبعا يفضل ان انت تبلغ طلابك قبلها فترة عشان يكونوا مستعدين وتروح اعمل ايه مشاركة مع طلابك عشان يشوفوا الموضوع يشوفوا الرسالة بتاعتك قبلها فترة وبعدين ينضموا وانا برجح لك ان انت ما تعملش رابط اه في طريقة تانية احسن من الرابط هتروح للميت وتاخد الرقم ده الكود كفاية عليك وتكتب رسالة لطلابك في المشاركة مع صفك تكتب لهم اه سوف يكون هناك بث مباشر الساعة السابعة مساء ارجو حضور الجميع طبعا انا كده كتبت رسالة انشرها للطلاب اليوم الاجتماع طبعا اليوم واكتب لهم اه رقم الانضمام الف تسعمية خمسة وسبعين كده انا بلغت طلابي واعمل لهم مشاركة خلاص انشاء مشاركة طبعا طلابي هيقرأ المشاركة دي ان فيه اجتماع هيكون الساعة سبع مساء واعتطلهم الرمز اللي هينضموا بيه نرجع تاني للميت خلاص بعد ما اعملت الرابط وتمام التمام ممكن انا ادعي شخص بنفسي مش بالرابط انا اللي اعمله دعوة وازاي ده يحصل بكلمة اضافة اشخاص تحت اضافة اشخاص وعندي هنا دعوة هكتب اسم الشخص او هكتب عنوان البريد الالكتروني بتاعه لو انا اعرفه وفي الحالة دي ممكن ادعى اي حد للاجتماع عشان يحضر الاجتماع معايا بشكل مباشر بس طبعا احنا بنفضل طريقة الرمز لان طريقة سهلة جدا ممكن تبعت لهم الرمز مسبقا يكونوا عارفينه وينضموا على طول تلقائيا من غير ما تتعب انت نفسك يلا نقفل النفذة دي بعدين انا خلاص كده لو انت لحظت هنا عندي زرين فوق زر المستخدمون لو ضغطت عليه هيبقين لي من الموجود دلوقتي طبعا مش موجود الا انا فقط تمام ولو موجود حد تاني هيظهر اسفل مني ده بالنسبة لي طيب لو انا عايز اضيف شخص برضو هتلاقي زر اسمه اضافة الاشخاص زر اسمه اضافة الاشخاص اقدر اضيف الشخص اللي انا عايزه الان تمام طيب لو انا عايز اعمل محادسة بعمل محادسة هنا ابتكتب اللي انا عايزه هنا وطبعا هيظه للجميع السلام عليكم طبعا ده دي زي نظام دردشة كتابية ممكن ادردش مع طلابي حتى هم ممكن كمان يدردشوا معايا من هذا الجانب اللي هي جانب المحادسة وطبعا اللي انا هكتبه كل الناس هتشوفه تمام يبقى الاشخاص والمحادسة في حاجتين بس هنا في الزرين اللي فوق دول الاشخاص والمحادسة طيب نرجع بقى للايه للازرار اللي تحت هنا عندي البيانات بتاع الاجتماع رقم الاجتماع وهنا رابط الاجتماع والمرفقات هنا عدد المرفقات اللي موجودة طبعا ما فيش مرفقات انا ارفقتها دي تفاصيل الاجتماع ودي المرفقات دي بقى ده اول شيء تاني شيء هنا ده اسمه ايقاف الميكروفون او انا عايز اوقف صوتي مؤقتا فاضغط هنا فخلاص ايقاف الميكروفون هم كده مش سامعيني اشغلوا يشتغل معايا الزر ده اللي هو مغادرة المكالمة خلاص انا هقطع المكالمة وهقطع الاجتماع الزر اللي بعده اللي هو ايقاف الكاميرا كده انا وقفت الكاميرا خلاص اصبح صوتي بس اللي ظهر اما صورتي مش موجودة تمام نيجي للزر الاخير او الزر القبل الاخير هنا في زر اسمه التقديم الان نضغط عليه هتلاقوا كلمة مشاركة العرض وده معناه ان انت بتشارك العرض بتاعت طيب هنا حاجة اسمها شاشتك باكملها يعني ايه يعني هتشارك الدسك توب بتاعك باكمله كما هو يعني يعني جهازك هيكون مرئي بالنسبة لطلابك يعني كل شيء انت بتعمله هم شايفينه على طول مباشرة دي اسمها شاشتك باكملها اما هنا نافذة وده معناه ان انت تختار نافذة واحدة فقط مفتوحة خلونا نضغط نافذة انت جميع انتم شايفين ما فيش اللي نافذة الايه المتصفح اللي انا شغال عليها بس هي اللي مفتوحة اللي هي جوجل كروم انا عايز مسلا افتح الباور بوينت خلينا نفتح الباور بوينت هو انا كده فتحته ونرجع تاني هنا هتلاقوا الباور بوينت ظهر معاكم هختار الباور بوينت واعمل كده اصبح الباور بوينت معروض لطلابي اعمل عرض وابدأ اشرح لهم بقى الاشكال البيانية وتحقيق النجاح والابداع والتركيز ونبو كأني بشرح لهم درس عادي جدا كده انا بشرح لهم كل حاجة وعلى فكرة ممكن وانت بتشرح هنا طبعا تيجي من تحت هنا وتجيب قلم وتحدد لطلابك مسلا اشياء مسلا في الشرح تقول لهم ده مسلا كده وتشرح لهم طبعا طلابك في هذا الوقت شايفين كل اللي انت بتعملهم تمام وانت عمل تشرح لهم وتقلب الشرايح يمين وشمال تقلب الشرايح وهم بيستمعوا لي خلصنا شرح تبدأ تعمل حاجة اسمها يعني وقف بس مين بس الباور بوينت تمام ونطلع من العرض ده انهاء العرض تجاهل كده انا خلاص طلعت من العرض نرجع تاني للنفذة اصبح دلوقتي انا بكلمهم عادي بدون العرض يبقى انت عشان تشارك العرض بتاعك هتختار نافذة وطبعا تختار النافذة من هنا من الباور بوينت خلاص تمام طيب ايه تاني هنا شاشتي بالكامل يعني انا بشرح شاشتي بالكامل دلوقتي كل شيء في الشاشة بيتشرح خلاص انا كده مشير الشاشة بالكامل كل ما اتحرك هما شايفين انا بعمل ايه بالزبط حتى ممكن برضو الشغل بالباور بوينت وهيشوف ان Fuß بعمله بالزبط بس المرة دي كل شيء انا بعمله هو بيشوفهم المرة اللي فادت كان بيروح يشوف الباور بوينت بس يعني هو دلوقتي شايف الدسك توب بتاعي وهو شغال الطلاب شايفين دلوقتي الدسك توب وده ممكن بقى اشغل لهم فيديو اشغل لهم شيء معين ببتح لهم مسلا اليوتيوب وشغلهم حاجة في اليوتيوب مثلا لو انا مجهز عرض مثلا اروح في الروح لليوتيوب وشغلهم درس معين من اليوتيوب يعني شاشتك كلها شغالة خلينا نعمل برضو من هنا يبقى عنا كده عارفنا يعني تقديم الان يا اما الشاشة بالكامل يا اما نافذة محددة التلات نقاط هنا فيهم اول شيء حاجة اسمها تغيير النسق تغيير النسق ان انت بتغير شكل الشاشة لو انت عندك اكتر من طالب موجودين في الاجتماع ممكن تستخدم الشريط الجانبي بحيث ان طلابك كلهم يظهروا على اليمين وانت صورتك هنا نروح مرة تانية لتغيير النسق ممكن تخليط القائي يعني البرنامج هو اللي يحدد الوضع الامسل ملء الشاشة ممكن تعمل ملء للشاشة بحيث ان نافذة كل اي معروضة بالكامل على الشاشة واي شيء اخر مش معروض طيب ممكن تعمل حاجة اسمها تفعيل الشرح يعني تفعيل الشرح لما بتفعل الشرح الكلام اللي انت بتقوله بيتكتب هنا بس طبعا للاسف الخدمة دي باللغة الانجليزية فقط مش باللغة العربية زي ما انتم شايفين كده هو بيكتب انجليزي وليس عربي مسلا اه هاي ايام محمود ايام تيتشر طبعا هو بيكتب لنا بقوله هنا هاي ايام محمود ايام تيتشر طبعا الخدمة دي للاسف مفعلة باللغة الانجليزية فقط ممكن يستفيد بها معلمين اللغة الانجليزية خلينا نشوف حاجة تانية ايقاف الشرح نوقف الشرح عندنا هنا حاجة اسمها الاعدادات ودي طبعا اتعرضنا لها قبل كده لاعدادات الصوت والفيديو عشان اتأكد انه كل شيء شغال وطبعا بعد كده استخدام الهاتف ودي مش متاحة ابلغ عن مشكلة لو في اي مشكلة عندك مساعدة لو انت عايز تطلع على بعض الاشياء دلوقتي هنجرب نخلي طالب ينضم معنا ونشوف الوضع هيكون ازاي الان احنا بعثنا على رمز الصف للطالب والطالب ده انضم معنا طبعا اسم الطالب ظهر قدامكم زي من انتم شايفين هنا هتلاقي طبعا في عندك سهم من جنب الطالب هنا في عندي حاجة اسمها تثبيت الدردشة يعني تخليه دايما نسابت في الاول وهنا المايك تقفله المايك وتشغله وهنا ازالة يعني ممكن تطلع الطالب ده برا الاجتماع يعني انا دلوقتي الطلاب كلهم هيكونوا موجودين معي في الاجتماع اي طالب هتلاقي عنده سهم بالشكل ده تقدر في الحالة دي تعمل له تثبيت للدردشة او تعمل كتمل الصوت للمايك الخاص به او كمان تعمل له ازالة انت متحكم في الطالب اللي موجود معاك داخل الاجتماع بشكل كامل ده بالنسبة للطلاب طيب دلوقتي آآ الطالب مسلا هيكتب لي رسالة السلام عليكم عبدالله دلوقتي كتب رسالة وكتب السلام عليكم طبعا رسالته دي انا بشايفها وكل زميله شايفينها اللي موجودين معانا في نفس ايه في نفس الاجتماع يبقى دلوقتي الطالب آآ موجود وشايف اللي انا بعمله لو انا عملت دلوقتي شرح هو هيشوفه بكل اريحية وانت كده عارف مين اللي معاك في الاجتماع بالنسبة للطالب ازاي بينضم للاجتماع عشان برضو ممكن حد يسألني الطالب بينضم ازاي الطالب يظهر له نفس الشاشة ليه بالضبط وبيعمل برضو انضمام للاجتماع وبيكتب رقم الاجتماع ويقول متابعة بس ده كل اللي الطالب آآ بيعمله او مطالب به حاجة بسيطة جدا يدوس على بدء الاجتماع وبعدين يكتب رقم الاجتماع للمعلم اعطاه له في التوقيت اللي المعلم قال له نوع عليه بعدين يقول المتابعة خلاص هينضم تلقايا جدا للاجتماع وخلصنا هيظهر له طبعا نفس النافذة كده الكاميرا ويتأكد ان كل حاجة شغالة وبعدين يقول انضم الان وانتهى الامر دلوقتي هنروح على الهاتف ونشوف الطالب ممكن ينزل البرنامج ده ازاي الطالب هيبحث عن البرنامج اللي هو اسمه ميت وهيظهر له البرنامج بالشكل ده نفس الشكل اللي موجود على الكمبيوتر يضغط عليه بعدين هيقول تثبيت بعدين نقول فتح قد البرنامج هنقول متابعة ونقول السماح بعدين هنختار الحساب اللي هندخل بيه وطبعا لازم يكون حساب الوزارة بعدين هنقول له اعي ذلك واقول ادخال رمز الاجتماع المعلم اعطاني رمز الاجتماع انا بس مجرد هدخله عشان نبدأ ليه اللي جولة رمز الاجتماع مسلا الف تسعمية خمسة وسبعين زي ما اتفعنا قبل كده واقول الانضمام للاجتماع وبكده يبقى خلصنا الشرح التفصيلي لخدمة في آآ منصة جوجل كلاسروم ارجو ان يكون الشرح واضح بالنسبة لكم واللي عنده اي سؤال او استفسار اتركوا في التعليقات ودلوقتي هنعمل انهاء للاجتماع او مغادرة للمكالمة. عزائي متابعين القناة شكرا جزيلا على متابعتكم للشكل. نرجو ان يكون نال اعجابكم. وطبعا متنسوش تعملوا لايك للفيديو. وكمان تعملوا اشتراك في القناة من زر الاشتراك الاحمر للاسفل الفيديو. وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واعمل الاشعارات للكل. وكمان لو حايز تتواصل معنا عندك في صندوق الوصف جروبي وصفحتنا على الفيسبوك. وكمان رابط الاشتراك في القناة. ومنتظرينكم ان شاء الله ومنتظرين استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.